هناك واحد جوج ديال لديكلاغاسيون اللي جوا من أفريقيا الجنوبية لأنها ما فينكين يعني عدد كبير ديال الباسيون لديكلاغاسيون الأولى كتقول طبيبة كتقول فيها أنه هي دازو بندها يعني عديد من المرضى تقول أنه لحظة أن الأعراض خفيفة الأعراض عند الأشخاص هذو هذا المرضى يعني كين انتشار سريع ديال الفيروس لكن الأعراض لكي يدير هذا الفيروس هذي فهي أعراض خفيفة وهذه نقطة مهمة جدا الطبيبة الثانية كتقول بأنه هناك فعلا وحد الانتشار سريع ديال الفيروس لكن كين أعراض اللي هي شديدة وكتكون قوية لسيما عند الشباب أظن أن دباحنا قدام هاتزوج ديال الحالات بزاف ديال العلماء كي يقولوا ربما سينارو الأول هو اللي غادي يكون لماذا لأنه لحد الآن باقي ما شفناش وفايات من هذا أوميكرو حسب علمي باقي ما كين حتى شي وفاة واحدة عبر العالم وهذا كنتظن معطى مهم خسنا ننتظر بضعة أيام أو بضعة أسابيع باش نشوفوا كيفاش الحالة الوبائية غاديت يعني غاديت يعني غاديت يعني غاديت طور لكن هناك واحد معطى اللي بزاف ديالعلماء كنت تحدث عليه وربما غادي يكون ربما يقدر يكون صعب ما هو؟ هو أنه الفيروس لوقت اللي كي حدث عدة طفالات بحال اللي حدث في المتحور ديال الأوميكرو ما يقدرش يحتافظ بواحد سرعة الانتشار كبيرة وفي نفس الوقت يحتافظ بواحد شراسة فاسمته في الأعراض وبالتالي يقولوا ربما الفيروس غادي ينتشر بسرعة كبيرة لكن الأعراض دياله هتولي خفيفة بحال يعني الفيروسات العادية وهذه تقدر تكون معطى جيد جدا لأنه يعني كنت نقولوا بأنه رأقربنا مني هذي لها الجائحة هذا يعني فرضية اللي ممكن وقائمة بذاتها وممكن أنها تكون صحيحة لأنه يعني قليل جدا ما كيكون طفالات في واحد الفيروس اللي كان شارس وقدر طفالات وكيولي أشرص يعني كان تحددت على الأعراض كيقدر يكون أسرع يعني في الانتشار لكن باش يكون أشرص يعني مني كان نرجعو الليستوغيك يعني في التاريخ يعني بصفة الفيروسات هذه المسألة هذي كتكون قليلة وبالتالي السيناريو ديالآن نكونوا أمام الفيروس اللي كنتشر بسرعة لكن كيعطي أعراض خفيفة هي قائمة وكانت مننا وأن تكون هذه الحالة لأن في هذه الحالة هذه نقدرون تصابوا بكنا والأعراض غا تكون خفيفة ويعني غنوصلوا لنهاية بحالي للفيروس لقى واحد لكي يبقى بينه وبيننا يعني هو غي يبقى يعني ناشط عايش وإحنا أمامنا نقدرون ناخده ولكن ما غديش يكون عندنا يعني أعراض يعني شديدة أو خطيرة تماما نرجع بحال الفيروس اللي هو يعني عادي ما كيش كلش واحد خطورة كبيرة هذو كي يبقى من طبيعة الحال يعني فرضيات اللي هما ممكن أنهم يتحقوا غادي نشوفوا في الأسابيع القادمة اللي غادي يكون عندنا معطايات يعني أقوى لكن أظن أنه كان واحد جوانب إيجابية أنا شخصيا متفائل وإن شاء الله سنتظروا الوقت كيف ستقول لنا على هذا المتحور عندما سنراكم المزيد من المعطايات العلمية إن شاء الله ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر